الوصف التقني لرمز مشكلة OBD2 مرجع التوقيت إشارة عالية الدقة بمتقطعة نبضات خاطئة ماذا يعني ذلك؟ رمز مشكلة التشخيص DTC هو رمز مجموعة نقل عام مما يعني أنه ينطبق على المركبات المجهزة OBD2 التي تحتوي على مستشعر موضع المحرك Chevrolet, GMC, Ford, Dodge, BMW, Elk على الرغم من أنها عامة قد تختلف خطوات الإصلاح الدقيقة أعتماداً على الصنع أدراز تتطلب وحدة التحكم في مجموعة نقل الحركة PCM إشارة مرجعية للتوقيت لتحديد سرعة المحرك وموقعه يتم تحقيق ذلك عن طريق مستشعر موضع المحرك مثل عمود المرفق أو عمود الحدبات أو مستشعر موضع مضخة الوقود يستخدم PCM هذه المعلومات لتحديد واحد أو أكثر مما يلي الحكم في حاقن الوقود وتوقيت الاشتعال والتشخيص الخاطئ هناك نوعان أساسيان من أجهزة استشعار أوضاع المحرك Whole Effect والمغناطيس الدائم يتم تشغيل كلا النوعين من المستشعرات بواسطة عجلة أو قرص مثبت بالقرب من المستشعر تشمل مواقع تركيب العجلة القرص النموذجية موضع المحرك ومضخة الحقن والموازن التوافقي وعمود الموزع عند تشغيله ينتج المستشعر إشارة رجوع يتم إرسالها إلى PCM تحتوي مستشعرات وضعه Whole Effect على ثلاثة أسلاك المرجع طاقة والإشارة والأرض يتلقى المستشعر جادا مرجعيا عادة 5 فولت من PCM ويتم تشغيله بواسطة عجلة تحويل ثم يرسل المستشعر إشارة رجوع رقمية مقابلة إلى PCM تنتج مستشعرات المغناطيس الدائم PM جهد التيار المتردد الخاص بها بناء على قربها من عجلة المحول الدورية يتم إرسال إشارة الجهد هذه إلى PCM حيث يتم تحويلها إلى إشارة رقمية عن طريق محول تناظري داخلي إلى رقمي في الرموز الموضحة في هذه المقالة يشير بإلى أن المشكلة تتعلق بجزء من دائرة النظام بدلا من عرض أو مكون معين يتم تعيين الرمز P0378 عندما يكتشف PCM أن مستشعر موضع المحرك بينتج إشارة ذات نبضات متقطعة غير منتظمة تتضمن الإشارة المرجعية ذات الصلة بالتوقيت برموز المشاكل P0375 مرجع التوقيت إشارة عالية الدقة بعطل P0376 مرجع التوقيت إشارة عالية الدقة بعدد كبير جيدا من النبضات P0377 مرجع التوقيت إشارة عالية الدقة بعدد قليل جيدا من النبضات P0379 مرجع التوقيت إشارة عالية الدقة بلا نبضات رمز الخطورة والأعراض شدة هذه الرموز معتدلة إلى شديدة قد تشمل أعراض رمز المحرك P0378 مايلي ضوء مضيء فحص المحرك بدء التشغيل الصعب عدم بدء التشغيل ضعيف أداء المحرك الأسباب المحتملة لهذا الرمز P0378 تشمل مستشعر خاطئ مشاكل الأسلاك تلف عجلة الموصل زيت ملوث خلل في تشخيص PCM الخاطئ وإجراءات الإصلاح تبدأ من خلال فحص بصري مستشعر موضع المحرك والأسلاك المقابلة ابحث عن التوصيلات المفكوكة والأسلاك التالفة وما إلى ذلك إذا تم العثور على تلف قم بإصلاحه حسب الضرورة امسح الرمز ومعرفة ما إذا كان سيعود أيضا افحص المحرك ابحثا عن أي جسيمات معدنية قد تؤثر على تشغيل المستشعر بعد ذلك تحقق من نشارات الخدمات الفنية TSBS بخصوص المشكلة إذا لم يتم العثور على أي شيء فانتقل إلى الأمام خطوة بخطوة لتشخيص النظام خطوة بخطوة فيما يلي إجراء معمم حيث يختلف اختبار هذا الرمز بين المركبات لاختبار النظام بدقة ستحتاج إلى الرجوع إلى مخطط التدفق التشخيصي للصناعة تعتمد إجراءات الاختبار أيضا على نوع المستشعر الموجود في سيارتك تحقق من مستشعر هول إيفكت استخدم مقياس رقمي متعدد تم ضبطه على فولت التيار المستمرة وفحص اختبار المسبار الخلفي للتأكد من أن المستشعر ينتج جهد إشارتكم بتوصيل متر واحد بسلك إشارة المستشعر والآخر بالأرض أطلب من مساعد تدوير المحرك بالضغط على مفتاح الإشعال لا تقم بتشغيل المحرك يجب أن تتقلب قراءة الجهد بين صفر فولت والجهد المرجعي إذا كان تاحا يمكنك أيضا استخدام راسم الذبذبات لعرض نبضات الإشارة أثناء تحريك المحرك مستشعر مغناطيس دائم ابدأ بفحص المقاومة الداخلية للمستشعر افصل الموصل الكهربائي للمستشعر وقم بتوصيل جهاز رقمي متعدد تم ضبطه علىهم لكل طرف من أطراف المستشعر يجب أن تكون المقاومة حوالي 500 إلى 1200 أو من استشار معلومات إصلاح المصنع للحصول على المواصفات الدقيقة إذا كان اختبار المقاومة على ما يرام فسترغب في اختبار أداء المستشعر للقيام بذلك أعد توصيل الموصل الكهربائي للمستشعر بعد ذلك قم بتوصيل جهاز رقمي متعدد تم ضبطه بجهد التيار المتردد بالموصل الكهربائي لجهاز الاستشعار باستخدام خيوط اختبار المسبار الخلفي نظرا لأن المستشعر ينتج جهد تيار متردد فلا يهم طريقة توصيل أسلاك العدادات هل لديك مساعد كرنك المحرك يجب أن ترى قراءة متقلبة للجهد هناك شيء واحد يجب تذكره أثناء اختبار المستشعر التالف أو المحاذي لهجة النغمة سيمنع التشغيل الصحيح للمستشعر في حالة الشك قم بالوصول إلى حلقة النغمة وتفقدها حسب الحاجة تحقق من الدائرة أنها فكرة جيدة أن يكون لديك مخطط الأسلاك المصنع في متناول اليد لتحديد السلك الذي أثناء إجراء هذه الاختبارات مستشعر تأثير القاعة تحقق من جانب الأرض من الدائرة قم بتوصيل جهاز القياس بالأومي مع إيقاف الإشعال بين طرف الأرض الموجود على موصل المستشعر والأرض إذا كان العداد يقرأ خارج الحدود أو أل فهناك دائرة مفتوحة على الجانب الأرضي من الدائرة والتي يجب تحديد موقعها وإصلاحها إذا قرأ جهاز القياس قيمة رقمية فهناك استمرارية تحقق من جانب الجهد المرجعي للدائرة مع تشغيل الإشعال استخدم جهاز رقمي متعدد لتعيين فولت للتحقق من المرجع من PCM عادة 5 فولت في أحد أطراف أجهزة الاستشعار الثلاثة في حالة عدم وجود إشارة مرجعية قم بتوصيل جهاز القياس بأومي مع إيقاف تشغيل الإشعال بين طرف الجهد المرجعي على المستشعر ومحطة الجهد المرجعي على PCM إذا كان العداد يقرأ خارج الحدود فهناك دائرة مفتوحة بين PCM والمستشعر الذي يجب تحديد موقعه وإصلاحه إذا قرأ جهاز القياس قيمة رقمية فهناك استمرارية بعد ذلك ستحتاج إلى التحقق من وجود 5 فولت يخرج من PCM في محطة الجهد المرجعي إذا لم يكن هناك مرجع 5 فولت من PCM فمن المحتمل أن يكون PCM عيباً تحقق من جانب إشارة العودة للدائرة مع إيقاف تشغيل الإشعال استخدم مقياس رقمي متعدد مضبوط على أوم للتحقق من الاستمرارية بين طرف خرج مستشعر موضع المحرك ومحطة جهد الإشارة على PCM إذا قرأ جهاز القياس قيمة رقمية فهناك استمرارية إذا كان العداد يقرأ خارج الحدود أو أل فهناك دائرة مفتوحة بين PCM والمستشعر الذي يجب تحديد موقعه وإصلاحه مستشعر مغناطيس دائم تحقق من جانب الأرض من الدائرة قم بتوصيل جهاز القياس بالأومي مع إيقاف الإشعال بين طرف الأرض على موصل سنسور والأرض إذا كان العداد يقرأ خارج الحدود أو أل فهناك دائرة مفتوحة على الجانب الأرضي من الدائرة ستحتاج إلى تحديد موقعها وإصلاحها إذا قرأ جهاز القياس قيمة رقمية فهناك استمرارية تحقق من جانب إشارة العودة للدائرة مع إيقاف تشغيل الإشعال استخدم مقياس رقمي متعدد مضبوط على أومي للتحقق من الاستمرارية بين طرف خرج مستشعر موضع المحرك ومحطة جهد الإشارة على PCM إذا قرأ جهاز القياس قيمة رقمية فهناك استمرارية إذا كان العداد يقرأ خارج الحدود أو أل فهناك دائرة مفتوحة بين PCM والمستشعر الذي يجب تحديد موقعه وإصلاحه ترجمة نانسي قنقر